نروح وزي ما اتكلمنا ان الاهلي بيسعى دلوقتي للفوز في كل المباريات احنا بننتظر مبارات بقى العودة لدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقي امام سان داونز حالي بقى يوم السفت تحديدا وان شاء الله زي ما بنقول يعني يكون الفوز حلفنا ومش بس بهدف او بتعادل احنا بنأمل لكن احنا بنقول زي ما بقول لحضراتكو يعني اقل الظروف استعدادات الاهلي بدأت من امبارح برضو خليني اقول لحضراتكو بدأ الماران فده كان في جنوب افريقيا طبعا والسفير بقى النقطة المهمة اللي انا عايز اتكلم فيها السفير احمد الفاضلي سفير مصر في جنوب افريقيا حرس ان هو يكون مرافق بيعتة الاهلي في الرحلة من الساعة لما وصلوا المطار لغاية فندق الاقامة وحرس كمان على حضور الماران زي ما حضراتكو شايفين واللي انا عايز اقوله هنا يا كريم ان دي حاجة احنا امدمشة احنا اعتدنا عليه دايما لما بيبقى البعثة بتاعتنا وجودة في اي دولة دايما السفارة بتاعتنا بتكون حريصة جدا انها تكون متواجدة وانها تشجع كمان الفريق فدي حاجة جميلة جدا ويمكن امبارح برضو نتحدث عن التصريحات اللي قالها سيادة السفير ان هو يعني ارسل كده رسائل طمأنينة للجماهير وقال لهم الاجواء كويسة والطمنوا درجات الحرارة افضل بكتير مما سبق يعني فدي كلها اعتقد رسائل كويسة جدا فخطوة محترمة وبالتوفيق زي ما بنقول ان شاء الله امبارح كان فيه تدريبات استشفائية للفريق طبعا عشان يتخلصوا من حالة الاجهاد العضلي والزهني بعد رحلة السفر الطويرة اللي استمرت لمدة حوالي اتناشر ساعة من القاهرة الى جنوب افريقيا وكمان ساعد سمير وعلي معلول ده برضو من حاجات المهمة اللي عايزين يقول لحضراتكم عليها ساعد سمير وعلي معلول هما الاثنين خادوا تدريبات تأهيلية على هامش ميران الفريق الاساسي بيخضع طبعا علي معلول حاليا للمرحلة الاخيرة من برنامجه التأهيلي عشان يجهزوا للعودة الى المشاركة في التدريبات الجماعية اللي هتبتدي بشكل تدريجي اعتبارا من النهاردة طبعا وفقا للموعد المحدد بالتنسيق مع الجهازين الطبي والفني اصابة معلول وجاهزيته للتواجد مع الفريق خلال مواجهة نهضة بركان على بطولة كأس السوبر الافريقية وطبعا ده وفقا لرؤية الجهاز الفني فيما يخضع ساعد سمير لبرنامج تأهيلي للشفاء من الاجهاد العضلي اللي بيعاني منه وبقاله فترة طيب ده الشق الشق تاني برضو خلينا نتطمن على حمدي فاتحي دكتور احمد ابو عابلة برضو رئيس الجهاز الطبي للفريق قال حمدي فاتحي ان هو اجرى مؤخرا اشاعة في القاهرة قبل السفر البيعتة لجنوب افريقيا والاشاعة ان هي كشفت النتائج بتاعتها على التقام شب نقدر نقول كامل في موضع اصابته واكد ان نسبة كمان لحاق هنا فاتحي بمواجهة سانداونز متوسطة بدينا ما بنقول ان هو نسبة لحاقه بالمبارات بقى نهضة بركان هتكون قوية جزدة جدا فاحنا نتمنى ان ده فعلا يحصل وبخليني اقول لحضراتكو برضو يعني حمدي فاتحي كان اجرج راحة في الكوع بعد لما اتعرض لاصابة ثاء وجوده في مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا زي ما احنا عارفين اصابات 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 لكن كويس ان احنا برضو بنسمع دلوقتي عن يعني عودة اللعيبة مرة تانية بالزبط جميل